مقبلك مش مكان مقفول سعيبينك تعمل مؤتمراتك لغاية دلوقتي أول مؤتمر تخلصت شوية مضايقات بعد كده المؤتمرات تمشت على خير لا يعني مفيش حد وقبلك حتى تاريخه دي معناه يعني احنا عملنا مؤتمرات شعبية في الشارع كانت منضبطة كان مؤتمر عملنا مؤتمر في السكندرية في سرسليان في البدرشين في تهيوم خمسة مثلا خمس مؤتمرات من تهيلي ستة أو سبعة أنا خايف أنسى حد آه عملنا في السيوت ثلاث مؤتمرات سيوت المدينة ساحة سليم الجنايم وعندنا الدعم إنما محدش لبي ديق عليك أول مؤتمر بتاع اسكندرية حصل شوية تضييق وحصل شوية مناوشات وبعدين انتهت إلى خير بعد كده مؤتمرات كلها مش في حد بي ديقك في حد بيمنعك حتى تاريخه لا ده مسألة مهمة عشان الناس تفهم موحرك بتطلب من الناس يعني تصدق المصداقية يعني بفيه المصداقية فاحنا بنقول إن هذا المرشح لا يتم التضييق عليه بيقدر يروح لأماكن اللي هو عايزها بيقدر يقابل الناس بيقدر يحط اليوفط بتاعته في الشارع آه بغاية دلوقتي آه نمرة واحد نمرة اتنين تاني أنا بزعم بقى العكس إن الناس اللي خايفة من النزول نتيجة خفها من أن يفضي التغيير إلى عدم استقرارنا عملهم العكس أنا رأيي إن استمرار الوضع الراهن هو اللي خطر ليه؟ لأن أنت مستمر في نفس السياسات مستمر بنفس الطريق خلاص؟ فلو اختير لو الناس اختارت رئيس هيمشي على نفس الخطة التي يسير عليها النظام الراهن وهناك أكثر من مرشح يعني ثبت إن هم مع استمرار هذا النظام من خلال كل مواقفهم من مرشحاتهم السابقة مش بس المرشح الرئيسي الحالي إذن أنت الدولار بدل ما يبقى بخمسين جنيه هايبقى بستين هايبقى بسبعين هايبقى بسبعين